بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله نبدأ وعلى الله نتوكل بدأنا في قدرات لفظي أخذنا القسم الأول منه هو التناظر اللفظي ثم بدأنا اليوم أمس والليلة بإذن الله في الربط والاختلاف الربط والاختلاف عبارة عن تسعين سؤال الربط والاختلاف أخذنا 11 سؤال أمس الله يقدرنا أن يخلصنا اليوم إن شاء الله رب العالمين سيارة سيارة وقود سيارة وبنزين سيارة وديزل سيارة ونفط نوع الوقود الذي تستخدمه السيارة هو البنزين يقولون البنزين غلى البنزين رخص يبقى سيارة وبنزين وأشهر ربط هنا نوع البنزين الذي تستخدمه سيارة بحر، الأرض، السماء طبعا في البداية تحس أن الأمر صعب بس مع التمرس بإذن الله رب العالمين الغدر هو ما صعب من تداريس الكرة الأرضية حقات البر وحقات اللي يسفروا وروحوا ويجوا وهذول يحبون الأمر هذا يعني الأرض الوعرة شوفين لما يروحوا يسفروا مثلا على جسر مثلا بين الإمارات والبحرين أو هنا والبحرين أو الإمارات فيه جسور مخيئة فيه جسور تخوف يعني الواحد لما يعدي مكان السيارة فقط الطريق مكان سيارة واحدة فقط ومرتفعات ونازلة طلعة نازلة فالشيء هذه يسموها الأرض الوعرة اللي هي غدر الغدر صفة للأرض غير المستوية والملئة بالحفر والجحور الأرض صفة للأرض غير المستوية والملئة بالجحور يبقى غدر صفة للأرض غدر صفة الأرض غدر صفة أتمنى يكون السؤال هذا المعتاد كم سؤال شرح ما كم سؤال شرح أنت كده كده راح تتابعونها على اليوتيوب لأن ما راح يكفي هذا المتأكد سماح فقط نسمع نيعيد السماع على اليوتيوب نختبر نصحح اختبرنا نحفظ الأخطاء كده إن شاء الله مية في المية سورة ونبي ولا سورة وقصة ولا سورة وتفسير ولا سورة وآية على ما أعتقد أي سورة وآية وجه للارتباط الآية جزء من السورة يعني كي إنها كنا نقول هناك جزء من كل الآية جزء من السورة الآية جزء من السورة صالحة أو صلح حرب الصلح الصلح من الأشياء التي قد تتن في الحرب يعني في حرب بعدها في صلح يعني تخيلوا مثلا في قبلتين بينهم أي مهوشات وكذا لابد لابد حي تصلحهم في دول بينهم وبينهم حروب برضو في اليوم يعني ما شاء الله الحين أسمع خبر اليوم أن المملكة يعني تعيد إعمار اليمن ما أدري والله عدن ولا يعني ما ليه في الأخبار القوي بس هنا نركب إزاعة القرآن الكريم المملكة تعيد إعمار منطقة عدن يعني مهما يختلف الاختلافات وحروب لا بد من صلح فصلح يأتي بعد الحرب الصلح من الأشياء التي قد تتم في الحرب وأيضا الحرب هي الحالة الوحيدة التي يتم بعد الصلح وهنا كلمة حرب لا تقتصر على الحروب بالأسلحة فقط بل من الممكن أن تشمل الإزاعات والمشادات بمعنى في بنتين مثلا متكلمين شوي وفيه كده بنات حارة وفيه أولاد حارة ما يتحملون الكلمة بس تسمح كلمة ترد بعشرة تسمح كلمة العرد جاهز ما شاء الله فهدول ما يمشوا مع بعض لأنهم من اتنين قياديات دي قيادية ودي قيادية وهذه ما تسكت وهذه ما تسكت هدول ما يصلح حالهم أبداً مع بعض وكذلك الشباب عندهم كده برضو فينا مزج كده كده هدول ما يمشي حالهم مع بعض إلا إذا تصدموا مع بعض أول ما يتصدموا هدول مع بعض وشد الصدام وهو بعد يصير سلح يصيروا أعز أصدقاء هدول الاتنين مع بعض يصيروا أعز أصدقاء يعني مثل ما نقول في مصر ما في محبة أو محبة بعد عداوة محبة من بعد إيش عداوة إن اخترت الخير ولا لأي نعم العنز بطريق العنز نعامة العنز غزال العنز عصفور العنز تعرفون العنزة المعزة أو العنز والغزال كلاهما من السديات العنز والغزال الاثنين من السديات التي ترضع صغارها ترضع صغارها جسر ونهر الجسور بتكون وين؟ بتكون فوق النهور أو لنهار يعني الحين يقولون بيسوون جسر في البحر عن طريق جدة هذا الجسري بيكون مباشر لمصر بدل ما نروحوا طيران مثلا تاخدون ساعتين وطيران لا بيقولون هذا يمكن ساعتين بري أربع ساعات خمس ساعات كده بري طيران قلن ريحين مكة ولا ريحين هنا جدة هذا الجسر بيكون فوق البحر يعني مصورين مشهد منهم إن شاء الله حاجة فوق الخيال شوف تخيلوا بحر وتعملوا فيه طريق للسيارات وريحة وجاية شوف هذا كيف كم يتكلف يبا غالبا ما تنصب الجسور فوق البحر الانهار الرياض ودبي هنا يا بنات نحتاج معرفة أسماء الدول نحتاج معرفة يعني شوية ثقافة عامة وش العواصم وش الدول الرياض هذا عاصمة المملكة دبي عجمان أبوظبي الشارقة أبوظبي عاصمة برضو أبوظبي عاصمة يبا الرياض عاصمة وأبوظبي عاصمة تمام؟ هذه الأمور أنت أمور الخليج كلها عندكم بسيطة جدا أنت أمور الخليج يعني دول تعرفون حتى سبحان الله القبائل اللي هنا معظمها هنا وكذا اختبار هل الاختبار معناه اجتياز يوم أحد يختبر لازم ينجح هذا الشخص ولا لازم يزقط رسوب ولا لازم ينجح اجتياز يعني نجاح ورسوب يعني نجاح يعني حينجح اختبار يعني امتحان اختبار يعني امتحان يعني لا يتعلق عليه أو لا يترتب عليه نجاح ولا رسوب ولا ولا أي شيء يعني أذكر في الصيف الماضي هذا كنت أغل دورة الإشراف الطربوي والمشرك المدربة مفكرة كبيرة يعني كانت تقدم لنا اختبارات كل يوم خمس اختبارات قهر قهرتنا قهر تخيل الواحد بكبره كذا يخلص محاضرات ويقض خمس اختبارات في اليوم يخلص المحاضرة هذه الساعتين ويقض عقبها وها اختبار نجلسه من الساعة سنتين لين الساعة سبس سبعة المغرب منين اتنين الظهر لليل سبعة نقدو تلت اختبارات اربع اختبارات في اليوم هل هذا معناها نجاح ولا سقوط لا اختبار معناها امتحان انت بتقيس الآن او انت بتقيس الآن مدى استعابك للموضوع مدى استعابك للقضية درهم ودينار الدرهم والدينار يعني عملات اما دولار ين فرنك كلها فرانك كلها عملات درهم دينار دولار ين فرنك كلها عملات وكلها حلو totally كلهم Kesha Allah خاصة الدولار درهم ودينار هذا اللي ورد في السنة بالدرهم والدينار تمام هدول عملات عربية درهم كويتي درهم اماراتي درهم ما ادري موجودة عملات عربية دينار كويتي دينار كذا فالدرهم والدينار عملات عربية مثل ما يقول ريال سعودي وريال يمني أو ريال كذا أما الدولار واليين اليابان والفرنك الفرنسي كلها عملات أوروبية يبينها الدرهم والدينار عملتان عربيتان هذا الرابط بينهم صورة وإطار الإطار جزء من الصورة ويحيط بها أما صورة وجدار إحنا بنعلق أي صورة على أي جذار ولا أي صورة بتنحط في أي بيت ولا أي صورة غموط طبعا بعيدة غموط وبيت بعيدة والجذار بعيدة طبعا هذا إنسان يكون يعني عبساوي فوضوي اللي يحط الصورة على الجذار كذا إحنا أصلا نحط صورة نجمل المكان بعضهم يحطون صورة كذا خيالية فيها خيال واسع هذا الجمال والروحة النفسية فقط يبقى صورة وإطار الصورة جزء من الإطار ويحيطوا بها حضر زيدون المدرسة هذه الأسئلة اللي زي كذا انتبهوا من الأول هنا وجاي خمسة أسئلة محتاج شوية انتباه معلش الصراحة لين الياباني اليابان عملة أجنبية الصراحة راحة مثل ما بقول الأسئلة اللي زي كذا اللي فيها جمل هذه بتكون محتاجة يعني دقه وانت بتقري لأن الكلام كله قريب من بعضه حضر زيد المدرسة حلو حضر زيد المدرسة هل هذا معناه لم يتغيب زيد عن المدرسة ولا اسم زيد في الحضور حضر إيه إن شاء الله اسمه في الحضور لم يتغيب إيه لم يتغيب لتنصح بس حضر زيد المدرسة يعني معناها طرم حاضر ليس غايب أما اسمه في كشف الحضور لا ممكن يكون حاضر والمدرس كذبه غايب صحة ولا لا يبقى حضر زيد المدرسة لم يتغيب زيد عن المدرسة طبعا حيجينا خيارات قريبة كلها قريبة مرة كرة ومستطيل كرة وخط مستقيل كرة ومربع كرة ودائرة على طول هذه كرة ودائرة شكل ثناء الأبعاد ومجسمه والكرة الكرة البرتقانة كرة دائرة كرة مضرب كرة السلة كرة كلها دائرية على صورة الكرة فهذه نخطها مع بعضها أسد وليس ليس يعني حمد ربنا أننا مطلع الساء يعني المصريين دائما نقوله عثاء سين الله يكسر من أمثالك يا ابني الله يكسر من أمثالك واذا نقوله الله يكسر من أمثالك نقول الله يكسر يعني يكسر كسر ليس أسد وليس ضبع وذئب وفهد الأسد والليس بينهم ترادف يعني الليس هو الأسد الليس هو الأسد الضبع والذئب والفهد كلهم حاولات بس غير الأسد فترادف نفس الكلمة يعني القولون والكبد والأمعاء القولون والأمعاء القولون والمعدة القولون والرئة القولون جزء من الأمعاء الغليظة القولون يقولون عنده القولون العصبي عنده القولون ما أدري إيش القولون هذا جزء من الأمعاء اللي في البطن الغليظة اللي داخل البطن القولون في البطن والأمعاء الغليظة برضو في البطن والقولون جزء من الأمعاء سنقول القولون والأمعاء القولون والأمعاء طبعا لا تستغربوا ستكون معكم هذا النوع من الأسئلة بسيط 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 أبو حنيفة والشافعي أبو حنيفة والشافعي والنووي وابن تيمية وابن جني أبو حنيفة والشافعي أبو حنيفة والنووي أبو حنيفة وابن تيمية أبو حنيفة وابن جني أولا ابن جني هذا في اللغة ابن تيمية والنووي من العلماء العصر الحديث هذا يعني كانوا موجودين في العصر الحديث مو من عصر أما أبو حنيفة والشافعي هما من الأئمة الأربعة الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة طبعا أنتوا عندكم في المملكة أهل السنة يأخذون بمبدأ بمذهب الإمام أحمد بن حنبل عندنا في مصر نأخذ بمذهب الإمام الشاثري طيب يستسويش الفرق بينهم يعني اجتهادات في بعض المسائل فقط يعني في ثقه العبادة ليس في ثقه العبادة يعني ايه؟ في مثلا فقه الوضوح ثقه الصلاة في خلفات بسيطة ولكنها كلها في الصحيح يعني مثلا في صيام عشراء بعضهم يقول صيام يوما قبل وعشراء وبعضهم يقول صيام يوما قبل ويوما بعد وصيام يوم عشراء يعني خلفات بسيطة ما يتجاوز عليها يعني اي احد ياخد بأي مذهب فيهم ان شاء الله على خير وعلى صور سحلية مرت علينا هذه وحرباء هنا نملة ونحلة وسلحفاء هنا السحلية والحرباء أنا عارف نحتزل هذه السؤال السحلية في واحد اسمه عبد الرحمن ابن طيب الأستاذ عبد الرحمن موجود معنا موجود عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن موجود فراح ندخلنا الستة أو الشباب عشان عبد الرحمن جاي لنا من الناس عزيزة علينا جدا يعني أتمنى يكون موجود معنا السحلية والحرباء يا عبد الرحمن الله يجزاك الجنة يا رب ووفقك أي استفسارات يا عبد الرحمن تواصل معي على الخاص الله يرحمه لك قسم بالله من دخل الشباب عشانك كنت بلغت دوره فبيض وجهنا الله يبيض وجهك تواصل معنا على الخاص دائما ما شفت منك تفاعلات وكذا عليك توصية مثل ما يقولون يعني السحلية والحرباء السحلية والحرباء السحلية والحرباء ينتمون النفس الفصيلة وش هي الزواحف السحلية والحرباء فكلاهما من الزواحف أيوة السؤال اللي زي كده محتاج هذا السؤال اللي تجاوبونه بسرعة ما يهمه كل وقت فيه هذا السؤال زي كده ركزوا فيه لأن الإجابات كلها يختبر صح يعني فعلا كل الإجابات يعتبر صحيحة اسمعوا السؤال مثلا عبدالله الوحيد ومن إخوتي متفوق أنت واحدة بتقول عبدالله الوحيد من إخوتي متفوق أو واحد يقول عبدالله الوحيد من إخوتي متفوق هذا معناها اسم عبدالله مكتوب مع المتفوقين ولا معناه سامي أخي غير متفوق ولا معناه عبدالله أخي من المتفوقين ولا معناه عبدالله أخي متفوق وأخي سامي وعلي غير متفوقين شفتم الكلام تقول لحيث تقول لنا صحيح بس الكلام دقيق في الجومة البزاك الجومة البزاك تحتاج إلى دقة شديدة ليش؟ لأن كلام بيتركب على كلام بيعطونا معنى وحيد هنا يقول عبدالله الوحيد من إخوتي متفوق هل هذا معناه اسم عبدالله مكتوب مع المتفوقين؟ لا ليش؟ يمكن يكون الجامعة ناسة تكتب اسمهم مع المتفوقين يمكن يكون المدرس ساهل محط مع المتفوقين هو متفوق بس ممكن ما يكون مع اسم مع المتفوقين سامي أخي غير متفوق صحيحة بس يمكن فيها صح منها عبدالله أخي من المتفوقين الحين سامي وعبدالله جملة فيها سامي وجملة عبد الله يعني عبد الله بس ليش المتفوق والبق غير متفوق سامي غير متفوق صح عبد الله غير متفوق صح طيب هذه عبد الله أخي متفوق وأخي سامي وعلي غير متفوقين هنأخذ هذه ليش لأن شمل الأسماء اللي عندهم في العيلة كلها وشتراك يا أستاذ ان عندهم سامي وعبد الله وعلي طرح ومن أسماء كتير يبه ذي شمل كل الأسرة لكن هذا هنا بقول إخوتي إخوتي متفوق عبد الله الوحيد من إخوتي يعني له إخوة أكثر من واحد, هنا سامي وواحد عبد الله واحد لكن هذا سامي وعالي غير متفوقين أتمنى يكون وصل مثلا هذا لأن في شوية خربط شوية, وصل بعيدة عبد الله الوحيد من إخوتي متفوق محمد مثلا غير متفوق لا اخوة اخوة تعرفون اخوة جامح يبقى معناه انه هيكون اكثر من واحد غير متفوق طيب سامي اخي غير متفوق صح بس هذا واحد لحالة عبدالله اخي من المتفوقين عبدالله اخي من المتفوقين هذه خطأ اصلا تمام يبقى اصبح عندنا سامي اخي غير متفوق وعبدالله اخي متفوق واخي سامي وعالي غير متفوقين هذه صحيحة وهذه صحيحة لكن هذه اصح لأنها فيها أكثر من اسمه هذه جمع كاميرا ومزياع ولا كاميرا وتلفاز ولا كاميرا وصحيفة ولا كاميرا ومجلة الحين المجلة يحيب لها كاميرا ما يحتاج إنسان بيكتب في مجلة بيكتب كلمتين ورسلها للصحفي بيكتبهم بيضحهم خلاص كاميرا وصحيفة نفس النظام نفس المجلة هي الصحيفة طيب المزياع لما تكون في المدرسة الصباح ويكون في مثلا إذاعة الإذاعة هذه تحتاج كاميرا المرشدات الطلابية والمرشدات الطلابية أزعجونا في التصوير صح بس هل ما تمشي الإذاعة بدون كاميرا ما لها دخل إحنا ما تمشي يعني الإذاعة إذا غاب عنها المايك هذه يأثر لكن الكاميرا ما تأثر وإن كانوا أزعجونا ودخلوا في كل شيء في التصوير عشان يثبتوا أن يشتغلوا كذا طيب إيش اللي هو ضروري كاميرا وتلفاز الحين كاميرا وراديو لا الراديو ما يحتاج إلى كاميرا اللي هي كلام وتسجيلات فقط أما الكاميرا في التلفاز عمركم شفتم برنامج في التلفاز ما فيه ما فيه مثلا ناس طلعين كلها محتاجة كاميرا أو كاميرا بجودة عالية وهكذا يبقى التلفاز يعتمد على الكاميرا إذا ما كان فيه كاميرا في التلفاز صار صار إيش صار راديو موجات كهرومغناطيسية على طول لأنه بدون كاميرا لن يتم نقل الصورة أو الفيديو طيب غفوة نوم ثبات رقاد نعاس هذه الإجابات كلها صحيحة وشي المصيبة هذي طيب كيف نفرق الشعور بالنعاس الشعور بالنعاس ينتج عنه أخذ غفوة لما الواحد يحس بالنعاس إن جاي النوم يخطف كذا يخطف بس خطفة هذه خطفة هذه اسمها نعاس أو اسمها غفوة هذا النعاس هو الشعور بالنوم أول واحد يشعر بالنوم يأتي النوم يعني رأسه تدقع شوية يخطل غفوة كذا هذه اسمها غفوة طيب هذه مرضو محتاجة تركيز وسهلة جدا كخوفي من الأسد لما واحدين رمسة لي يقول اكفي الباب حبيبي اكفي الباب اكفي الباب اكفي الباب اكفي الباب اكفي الباب اكفي العربية كخوفي من الأسد هل كخوفي من الأسد معناها أنا أخشى الأسد صح أنا أخشى الأسد لا أخشى شيئا غير الأسد لا والله ممكن أخاف من الأسد من التعبان بعضكم البنات خاصة يخافهم من الفار والصرصار والحجد هل أخشى الأسد 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 هو الأشد خشية بالنسبة لي أي نعم كذا يقولون كخوفي من الأسد أنا أخاف مثلا واحد تقول أنا أخاف من الرياضيات كخوفي مثلا من فلان يعني هذه معناه يعني يعني ميدرب بالمثل مثلا أبخل من فلان عندكم مثلا واحدة في الفصل بخيلة معروف أني بخيلة مثلا أمورها موزينة يعني وجاءت وحدة جاءت وحدة جاءت وتعزموها مثلا أول يوم والله فطورك علينا لا 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 ما بي أنا بجيب حال حالي فتقول لهم هو شكلها أبخل من فلان صارت فلان ها هذه اللي عندكم بالفصل صارت مضرب المثل على البخ والله شكلها أبخل من فلان طبعا ما ينفع نقول اسمه هنا عشان ما يجي اسمه بالخطة تزعله علينا ها الأسد هو الأشد وخشة بالنسبة لي لأنه صار مضرب مثل تمام يبقى الإجابة هنا جيم سهمة ورصاصة سهمة وبندقية سهمة ومسدس سهمة ومدرعة سهمة ورصاصة هذا سهم وهذه رصاصة السهم يطلع بيطلع من ايه من القوس والرصاصة فتطلع من المسدس يعني الاثنين بيطلع من من مكان أما البندوية هي اللي بيطلع منها الشيء المسدس هو اللي بيطلع منه المدرعة هي اللي بيطلع منها يعني هدول البندوية ومسدس هم اللي بيطلع منهم الشيء أما الرصاصة والسهم هم اللي بيطلعوا يبقى كلاهما مقذوفات فالسهم يطلق من القوس والرصاصة تطلق من المسدس محاسب ونقود محاسب وبضاعة محاسب ومستودع محاسب وخزان المحاسب يتعامل معيش مع الفلوس ما يعرف إلا الفلوس هو المحاسب يشتغل مع الفلوس خارج وطالع ووارد ولا حتخش تقنية بعد كده إن شاء الله رح تعرف إن فيه صدرات وواردات وبتعامل شغل المحاسب هذا فيعندك في التقنية كتير إلا من اللي حتروح التقنية مجال عمل المحاسب مرتبط بالنقود مجال عمل المحاسب مرتبط بالنقود ما كل مجتهد سيصيب جيت عقدنا اليوم ما كل مجتهد سيصيب هل هذا معناه هذا فيها لحظة شوية سؤال هذا هل هذا معناه المجتهد حتما سيصيب لا المجتهد حتما سيصيب يعني بمعنى مثلا واحدة لا هذا بنعقدتو كده حننعقدتو كده حنسحب على شرحة هذا عشان ما يجيكوا طاقة صلبية المجتهد غالبا سيصيب يعني المجتهد أحيانا يعني يصيب أحيانا لكل مجتهد نصيب نعم لن يصيب إلا المجتهد لا طبعا أذكر لكم سائل عندي كان في الجامعة جامعة القاهرة وما أدراك ما جامعة القاهرة يعني ضربة من الجنون كده الجامعة كلها مختلطة ندخل تدخل الجامعة البنات يعني ممكن تبصوا عشرين مرة تنظر عشرين مرة هذي لبسة ولا ما هي لبسة يعني أنا طبعا من أرياء أول مرة نزلت جامعة القاهرة قسم بالله حسيت نفسي دايخ حسيت نفسي كده أنا ما أنا شايف قدام فهنا كان معي واحد من الأرياء برضو يعني طالع من الأرياء في الريف يعني متحفظين مثل ما تعرفون يعني هذا الولد قال خلاص أنا ما أنا جاي يدرس أنا جاي يعيش حياتي والله العظيم الولد هذا داخل بين البنات يروحون الحديقة حديقة الحيوانات يروحون هنا هنا ما يحضر محاضرة أبدا وأنا ما شاء الله أدخل من الساعة 7 الصباح رايحة المحاضرة للساعة 11 بالليل من الساعة 7 صباح الليل 11 بالليل وهذا بس يطلع الساعة 12 يروح يتغدى يفطر يروح طول اليوم مع البنات كده والله العظيم أنه يجيب جيد هذا الولد وما حضر إلا أيام الاختبارات فقط لن يصب إلي المجتهد والله ما اجتهد ده لعب وبس لما قال بس لن يصب إلي المجتهد لا ما هذه ما هي بقعدة يعني أحياء أضرب لكم مثلا نازلة القدرات بس لا تنفزونا هذا كان أول منازلة القدرات المسأل اللي بقوله هذا لا تنفزونا هذا راح راح زمنه كنت أدرس طالب كل المواد طالب تاني سنوي أنا كنت أتابعه من تاني ابتداي كنت أوفى ولده وتبيعته لين يعني خلص يعني حين خلص جمع ما شاء الله هذا الولد ما شاء الله عليه أدب وأخلاق ويفهم كل شيء مع هذا الرياضيات والإنجليز كل شيء ما شاء الله بس هذول ما يفهموا كل ما يقوله يا ابني نذاكر القدرات كلها فعنده اختبار أول مرة يدخل اختبار يا ابني خلينا نذاكر القدرات يا أستاذ أنت تعرف أنا أفهم لا رياضيات ولا إنجليز كيف المهم قلت له طيب انت فاشل فاشل بكرا إن شاء الله وانت بتحلي كذا خدها بالترتيب يا فاشل أخذ الأولى اللي بعدها الثانية اللي بعدها الثالثة الرابعة ويشتغل على كده الأولى الثانية الثالثة الرابعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة والله العظيمة أنا أقولها أمزح معه لأنه أنا أقول هو فاشل فاشل فبامزح واخدها مزح ويجيب اختبار يقول لي والله استاذ الاختبار سهل اختبار والله ما توقحت أنك تعرف كده ملتوش اللي أحرف يا استاذ اختبار سهل مرة ملتوش سويت قال لي اخترت الأولى الثانية الثالثة الرابعة أنا الوحيد الذين قلت بيئي فقام بإ bloody 25% سوف نقوم بـ 25% وخبار النتيجة من الوحيد یا كم تتوقعون فت ؟ 85% في القدرات نقول له يا رواني اللعبة هذا ليست جيد نبدأ نشتري كتب المعاصر وووووو ونبدأ نركي القدرات قالوا إيه أنت أستاذ الوالي هذا مؤدب جدا مطربي جدا يعني ناس طيبين جدا ومطربي تربيع عالية أول مرة يتجاوز في الكلمة قالوا أستاذ مجنون أنت أستاذ أعيد اختبار ونجيب 85 قال أسم بالله أنا كنت أتمنى 52 جات لي كده على طرد من ذهب أنا نرسوله أعطيك هذية لا تتوقحها يا ابني يا مجنون خلينا تجيب 95 ولا شي قال لك والله ما أدخل اختبار تاني خلاص 85 الحمد لله هذا جات معه بي لك كده بس طبعا لا تسوينها هذا انتهى عصرها كهذك تاني سنة يطبقون القدرات يعني فإيه فكان فيه تجاوزات كتير مقدمتان مقدمتان وبحث على طول أي بحث فيه مقدمتين تمام اعتمرت فيه رماغورا هذا محتاج تركيز هل هذا معناه أحرص على الاعتمار دائما هذه معينها بعيدة ترى اللي شوفها كده اعتمرت في رمضان ها أحرص على الاعتمار دائما هي صح بس تحس اني غريبة مو مقبولة بس خلينا نشوف الاختائرات التانية اعتمرت في كل رمضان ما عدا الرمضان الحالي الجملة هذه خاطئة أنا بيقولي اعتمرت في رمضان هو بيقولي اعتمرت في كل رمضان ما عدا رمضان الحالي يعني الجملة معاكسة تماما سأعتمر مع أبي رمضان القادم هو بيقولي اعتمرت في الماضي يبا سأعتمر مستقبل خطأ اعتمرت الشهر الماضي هنا يقولي اعتمرت في رمضان اعتمرت الشهر الماضي هنا محدد الشهر وهنا محدد يعني زمن الشهر هنا محدد اسم الشهر يعني ممكن نكون احنا في شهر محرم شهر كذا شهر كذا فمو صح اما هنا احرص على الاعتمار دايما هذه اللي فيها احتمال صواب فنختارها الاحتمال الوحيد الذي يتماشى مع السؤال باقي الخيارات فيها معاني خاطئة تمام كيف الحال الحمد لله اظن هذه سؤال هدية بخير تخيل لي مثلا واحد يقول لصاحبه كيف الحال بخير تمام وعند السوريين والشمينة منيح منيح يعني كان يقول خلاص نقتنا مسكاتك خلاص ما بك تتكلم فكيف الحال الحمد لله هذا سؤال هدية يعني البلاء موكل بالمنطق هل ربما يصيب البلاء الانسان بما لم ينطق موكل بالمنطق ولا ربما ينطق الانسان بما فيه بلاءه مثلا واحد يقول انا اعرف نفسي والله ما بزيد عن خمسة وسبعين والله اعرف نفسي هذا الثمانين ما زيد عنها في مستويه اصلا وممكن يدخل الاختبار يجيب ثمانين او خمسة وسبعين هذا اللي يقول ربما ينطق الانسان بما فيه بلاءه لذلك الانسان يعني امرنا من رسول صلى الله عليه وسلم ان احنا ما ندع علينا على نفس انفسنا وقت الغضب مثلا واحد يقول الله يجعلني يموت خلينا افتك من هذه الدنيا وهذه الاشكال اللي اكبه لا ممكن الانسان يعني القضاء يمشي عليه بهذا بما نطق دودة القز دودة القز والحرير لهم علاقة وهو يعني دودة القز اللي بتعمل ايه الحرير من الشجر بهيمة وسكران ولا غبي ولا مجنون وخروف هذه سهلة بهيمة وخروف حيوانات لكن مجنون غبي سكران هذه الصفات كلها يبه هذي بهيمة خروف لتنين حيوانات مكر وجمل ولا ذئب ولا أسد ولا نمر ذئب المقار والثعلب المقار لتنين مقارين يبه مقار وذئب ومقار وثعلب لتنين ايش مقارين اللي انا استغرفته بيجي سؤال زي كده جمل وغدر تخيلوا هاللي بتيجي زي كده جمل وغدر سبحان الله والمرة يعرف ان الجمل يعني ممكن يقدر بصاحبه لما يخزن 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 ممكن ينتقم لنفسه تلقيح وغبار والرياح التلقيح اللي هو بيصير في الفراشات وزهور وكذا بيكون عن طريق الرياح الرياح تساعد في نقل البذور وتلقيح النباتات قال تعالى وَأَرُسَلْنَا الْرِيَاحَ لَوَاقِحَ وَأَرْسَلْنَا الْرِيَاحَ لَوَاقِحَ وَأَرْسَلْنَا الْرِيَاحَ لَوَاقِحَ طبعا الشيء في آية زي كده خلاص ما عاد فيها مجال نقر الباقي أنا في الرياض أنا في الرياض هل هذا معناه ولدت في الرياض أنا أقول لك الحين أنا في الرياض ممكن أن أكون من لندن وجاء زيارة مثلا في موسم الرياض واحد يتصل عليه وَأَرْسَلْنَا الْرِيَاحَ لَاقِحَ يبعا أوليت في الرياض طبعا بعيدة هذه أعيش في الرياض منذ عدة سنوات هذه تحتمل وتحتمل هي الصحة بس دعنا نشوف اللي بعدها أحب الرياض كثيرا طبعا أحب الرياض كثيرا وأحب المملكة بس هل أي واحد في الرياض يحب الرياض واحد يقول والله زحمة والله ما أحب هذا العيش في الأماكن الزحمة كذا سافرت الرياض عدة مرات ممكن تكون أول مرة طبعا يعني أحيانا يلبس في أذن كده بعض الحاجات للتثبيت يعني سمعت مقطع لفيفا عبد تقول أول مرة آجي الرياض هذا رقاصة تعرفون يعني مصرية أول مرة آجي الرياض فالمزيعة تسألها تقولها ما دخلت المملكة قبل كده لا تقول دخلت حجيت واعتمرت ما شاء الله الله يتقبل من العفيفة الطهرة دخلت حجيت واعتمرت بس ما دخلت الرياض إلا هذه المرة أول مرة أدخل الرياض فهذا أنا في الرياض معناها إن أنا عيش في الرياض منذ عدة سنوات ليس شرط بس لكنها أقرب إلى الصواب هي أقرب إلى الحل هنا الشح والقوة الشح والكرم الشح والضعف الشح والإملاق ولا تقتل أولادكم خشية إملاق من الشح والبخ خوف أنه يعني يسخل عليكم في المصاريف ثعلب ومكر يبقى الثعلب مكار والذئب مكار هذه خلصنا منها أما الكلب الكلب هوافي جدا يعني أستغرب يشتموا واحد يقول له أنت كلب والحين الكلب يصار أوفى من بعض الناس الله المستعى الخوف الصلاة الخوف الزكاة الخوف الحج الخوف الصوم الخوف الصلاة الإنسان لما خاف يلجأ إلى رب العالمين حتى الرسول صلى الله عليه وسلم من سننه صلاة الخوف صلاة الخوف تناول طعامك الوالدة جابت لك لها تناول طعامك أقول له حسنا لا بأس سأتناول غذاء حسنا تقول في أي شيء لا بأس موافق أغوى الموافق سأتناول فصل أقول لسه لا لسه غذاء تناول طعامك يعني غذاء تمام الباقي بنفس المعنى سأتناول لا بأس حسنا يعني إن شاء الله أبشري مثلا كل ما دول يقول أبشري أما هذه تناول طعامك يعني معنىها غذاء عطور وفيزياء وكمياء هذه الطبيعية يعرفونها عطور وكمياء لأن الكيمياء فيها تركيبات وكذا عطور وكمياء علم الكيمياء فيها تركيبات مدرجات إحنا وقف عند خمسين يا بنا تذكروني أو الشباب يذكروني بكرة عشان ما بلي في كتير مدرجات حكام لاعبين مدربين جماهير مدرجات وجماهير هذه ما يحتاج أوضح لكم حقد وجامل هذا اللي كنت أقول عليها إن الجامل قد يحقد يخزن يخزن ويحقد على صاحبه ترجمة نانسي قنقر